مولا كريكار قصة القضية الكردية قصة طويلة ومتشعبة وتكاد قصتك تكون صورة طبق الأصل من القضية الكردية لكن قبل أن نتعمق في جذور القضية الكردية وما آلت إليه أحوالها نريد أن نبدأ معك بداية شخصية من البداية كما نفعل هذا في هذه المراجعات أنت ولدت في عام 1956 في مدينة السليمانية ماذا تذكر عن طفولتك وظروف نشأتك بسم الله الرحمن الرحيم نعم أنا أولدت في مدينة السليمانية في عام 1956 ومدينة السليمانية مدينة كانت عاصمة للإمارة البابانية قبل مئتي سنة أو أكثر وهي مدينة تتسم بطابع ثقافي سياسي فكري ولذلك أغلب الأحزاب الكردية إذا كانت لها قواعدها في السليمانية احتمال نجاحها أكثر فأنا وليدت طبعا من أيضا من أبويني كرديين ومن أسرة غير متدينة لكن والدتي كانت متدينة أكثر من والدي ونشأت في هذه البيئة وفترة طفولتي وصيباي كان فترة فترة أكراد العراق في تلك الفترة كانت فترة بائسة كانت في 61 بدأت ثورة أيلول فكان الحصار الحكومي على المناطق الكردية والعراق بسرعة عامة كان فقيرا الاكتشافات البترولية كانت ما تطورت أكثر أو تأميم النفط ما كان فكان الناس في فقر نعم كانوا في فقر والأكراد كانوا في فقر أكثر ثم صارت الحروب أيضا فزادت الحروب فقرا الناس وفي فترة إلى منتصف فترة المتوسطة دراسة المتوسطة كنت كأي شاب من شباب الأكراد يعني مجغولا بالأغاني والرقص والدبكات الكردية والرياضة وكنت ناجحا في كل دروس الهوايات في المدرسة وفاشلا في كل ما يتعلق بالكيميا والفيزياء والرياضيات وغيرها لكن في فترة المتوسطة تعرفت على الإخوان المسلمين وهم جذبوني إلى المسجد وجذبوني إلى أخلاقياتهم المتزنة أو تماما ممكن أقول انتشلوني من الجاهلية هذه وأدخلوني في حضن الإسلام وفي تلك الفترة كانت تيارات الشيوعية والقومية تتجاذب كل شباب والإخوان كانوا على هدوئهم رغم أنه ما كان عندهم مشروع سياسي لكن المشروع الفكري وإخلاقانية الدعوة كانت مؤثرة في أمثالي فجذبوني إلى المسجد فوجدت في الأذاني بديلا للغناء ثم طبعا وجدت في الإنشاد الإسلامي بديلا للأغاني ولذلك الآن عندي أكثر من ثلاثين نشيدا بألحاني والقصائد الجاهلية التي حفظتها قصائد الغرام وغيرها صارت كلها قصائد إسلامية وجهادية وبفضل الله الآن عندي ثلاث دوابين شعرية وأيضا وجدت في المحضن الإخواني التربية على النسق الطويل ولذلك الآن أنا ما زلت وأنا في ثلاثة وخمسين من العمر أشعر بأن كأنني في بداية أمر الدعوة في تربية الناس أبدأ أحيانا مع الشاب من بداية التجويد وأنا في هذا العمر وأيضا تعلمت من خلال الإخوان هذا فيما بعد طبعا قاعدة ما زلت أسير عليها وهي تعلم من كل شيء علما تعلم من كل علم شيئا وتعلم من علم كل شيء ولذلك أيضا من فضل الله عز وجل زادت آفاق الفكرية وقرأت من شتى صنوف المعرفة بلا مبالغة ربما قرأت أكثر من خمست آلاف كتاب ومن فضل الله عز وجل ودأت وتقين اللغات وتعلمت اللغة العربية ودخلت قسم اللغة العربية لكن في هذه الفترة كلها كان التجاذب الإخواني الشيوعي كان عندي أيضا أصدقاء شيوعيين كنت أكره فيهم فلسفتهم التي تنكر وجود الله وتحارب القيم في نفس الوقت كنت أجد الإيمان بالله وترسيخ القيم التي كنت ما كنت ملتزما بها كثيرا في بيتي ولكن بالتأكيد كانت في شخصيتي أو في عقلي الباطن فبالتأكيد أخيرا أخذني المسجد إلى جانبه والتزمت بالإسلام قرأت في كتابك بأنك كنت عضوا في رابطة الطلب الأكراد وأثناء مزيدك في الرابط أو هذا قبل أن تتعرف على الإخوان كما فهمت كنت في جدل مستمر مع الشيوعيين لم تستهويك دعوتهم نعم لأنه في تلك الفترة كانت أيضا قوة الشيوعيين في البداية كانت قوة كبيرة في الأكراد رغم أن القومية الكردية كانت أيضا لها أرضيتها وقوتها لكن قبل ثورة أيلول قبل 61 الشيوعين كانوا مسيطرين على كثير من مناطق الأكراد من ناحية الفكرية والتنظيمية والتوجيهية لكن بعد ثورة أيلول بقيادة ملا مصطفى وهو زعيم وطني كبير من أمثال سعد زغلول بالنسبة للمصريين فثورة الكردية أخذت الأرضية الكاملة وحجمت الشيوعيين وفي تلك الفترة التي أنا تكلمت عنها في 73 مثلا هذه الفترة أيضا كانت الشيوعية في فترتها في انكماشها لأنهم مصطلحوا أو اتفقوا مع حزب البعث في تشكيل الجبهة الوطنية فبالتالي وقعوا في خندق مقابل لخندق الأكراد فأفقدهم شعبية الناس نعم أفقدهم الشعبية وأفقدهم أيضا في تلك الفترة طبعا مظلمة الأكراد كانت بلغت أوجا أنه كل كردي يشعر بهذه المظلمة ويسعى لرفعها لكن بالنسبة لنا أو بالنسبة لأمثالي وجدت أنه ربما قد يكون التنشئة الإسلامية للفرد الكردي أنسب وأصلح من التنشئة الديمقراطية للحزب الديمقراطي الكرد الثاني أو التنشئة الشيوعية للفرد الكردي للمطالبة بمظلمته هذا كانت دافع الأول ربما الآن أعبرها بمصطلحاتنا الفكرية والسياسية ولكن يومها كان على السليقة وعلى الملكة ففي تلك الفترة بعد انضمامي إلى الإخوان وتركي للاتحاد الطالبة جماعة الديمقراطية حزب الديمقراطي الكردستاني نحن بأسرتنا كنا كلنا مع الحزب الديمقراطي الكردستاني حتى الذين انضموا فيما بعد إلى جماعة الطالبان يعدون بالآحاد الآن فبعد انضمامي للإخوان المسلمين وهم شجعوني على الدراسة بدأت أنجح في الدراسة بدأت تتفوق أتفوق وكنت الناجح الأول ثاني هكذا كنت أمشي حتى كملت الجامعة وكنت الناجح الثاني ومن العشر الأوائل ولذلك حصل انقطاع في الدراسة بسبب الأوضاع التي حصلت في كردستان وأنتم اضطرتهم إلى الخروج إلى الجبال نعم هذا كان في عام 1974 في 1974 أنا كنت انضممت إلى الإخوان من الناحية الفكرية من ناحية الانتماء ولكن ما زلت مع الأسرة فلما انهارت المفاوضات الكردية البعثية خرج الناس إلى الجبال وبدأت الثورة من جديد في 1974 وخرجت أنا أيضا وأصبحت مقاتلا كرديا في أشمرك يعني الفدائي ودخلت المدرسة العسكرية وتدربت على 13 مدفعا أو 13 سلاحا وأسقط طائرة يومها كان رقمها 7118 ما زلت أذكرها طائرة عراقية طائرة عراقية ويقودها طيار كوبي نعم طيار كوبي لأن كان فترة علاقة العراق بكوبا والدول الاشتراكية كانت علاقة قوية بعد تأميم النفوط وبعد العلاقات مع الدول الاشتراكية وكانوا يستوردون الطيارين لمحاربتكم نعم نعم أيضا كان فيه طيارين فأنا لما أسقطت الطائرة أخذت رأس الطيار وكان الرأس معي لثلاثة أيام مع الهوية التي كان يحملها وبعض أجزاء من حطام الطائرة وعملت منها كسارة قند هدية لوالدتي في يومها طبعا تعرف في جو شاب في 17 من العمر ويسقط طائرة ويمسك برأس الطيار ويفتخر به وكيف اعتبروك بطلا نعم بالتأكيد طبعا أعطوني وده كان ضمن الحزب الديمقراطي نعم لأنه ما كان في حزب غيره كان عندنا الحركة الكردية كان تتضمن 174 ألف مقاتل وتحت إمر شخص واحد وهو ملا مصطفى أقوى آخر الشخصيات الأكراد من هذه السلسلة من رجالات الأكراد فأيضا قوة نظامية كبيرة ومعسكرات كبيرة ومدارس عسكرية وقوة لا يستهان بها ولكن التآمر الدولي بعدها من شاه إيران وهواري بوميديا في الجزائر بعد اجتماعي أوبيك في عام 75 في عام 75 بعدها اتفقوا على غلق الحدود وانهارت الحركة الكردية بعدها ولم تعود الحركة الكردية تنالوا دعما من الإيرانيين نعم بالتأكيد لأنهم أغلقوا الحدود أيضا طيب فيما بعد أنت عدت إلى الحياة الطبيعية أو ما يمكن أن يعتبر حياة طبيعية مقارنة بما سبق واستأنفت الدراسة وعملت أيضا نعم بعدها أنا كنت رجعت إلى المدرسة في الرابع العام صفر الرابع الأعدادي أصدقائي طبعا سرحون من الجيش لأن كان أيضا من أسلوب حزب البعث تجاه الأكراد أنه كل كردي كان في الجبال هذا لا يصلح أن يكون في الجيش الوطني فسرح الجميع فأنا أيضا كنت من ضمن المتسرحين من الجيش العراقي وكان عمري 19 سنة فأصدقائي قالوا لي لماذا لا نتعين في دائرة حكومية وندرس في الليل قصدك تسرح من الجيش أنك عفيت من الخدمة نعم لكن أنت لم تكن في الجيش أصلا لا أنا ما كنت في الجيش لأن كل من كان في مواليد الجبال يعتبروا هذا كلهم يكونوا معفا عن الجيش لا يطمئنون إليهم نعم لا يطمئنون إليهم فبعدها أنا تعينت مع مجموعة من الشباب أنا حصتي كان في أربيل فتعينت في أمان العامة للشؤون الاجتماعية في أربيل هذه أيضا كانت فترة جدا مهمة في تنشئتي رغم أنني كنت أعزبا وكنت بعيدا عن أهلي لكن أقراني من الإخوان مرة أخرى هم الذين يهتموا بتنشئتي مرة أخرى في المسجد أيضا وهذه المرة كان بناء فكري جدا مهم ثلاث سنوات كنت في أربيل أهلي ما كانوا يحتاجون للراتب الذي كنت أتقاضاه وكنت أدرس في الليل أنشغل في المسجد ما بين الدراسة وما بين الوظيفة فبفضل الله عز وجل في الوظيفة أيضا كنت متفوقا شاب وله قوة ومكانية ورغم أنني ما كنت أعرف اللغة العربية وثلاث عشر موظف كانوا عرب وما كنت تتكلم العربية بعد أنا ما كنت حتى لما تعينت من ضمن النكات الغريبة هم عندما قالوا لنذهب إلى بغداد للتعين وأنا كنت أتخيل نفسي كأن فحام من القرية يدخل عاصمة فأخي أبو فاروق أكبر مني قلت له قلت علمني كم كلمة باللغة العربية حتى نصل إلى فندق سامان وكان يقول فندق سامان أكراد وفي بغداد فعلمني كم كلمة من اللغة العربية ذهبنا 13 شخص هم قالوا لي قالوا أنت تعرف عربي أحسن منها أنت صرق معنا أنت تتكلم باسمنا أول ما نزلنا من الفندق طبعا كل تنزل من بغداد تأخذ تاكسي على فندق سامان أكراد شورجا ويروحوا ففي الصباح لما نزلنا ونذهب إلى مجلس الخدمة للتعين أنا تقدمت وهم وراي مثل أغنام أنت تقودهم نعم فنحن أيضا من شارع الرشيد وشارع الرشيد في بغداد شارع مزدحم جدا وكان يومها كانوا يهتمون باهتمام صارم بخط العبور فأنا وجدت تقاطع السعيدات تقاطع الشارع وظننت أن هذا محل عبور لكن ممحات قسم منها فعبرت وهم عبروا معي خلفي فأمسكن الشرطي المفوض مرور قال تعال وين رايحين فأنا نسيت حتى حروف الجر قال على لهجة الأكراد قال وين رايحين قلت والله عيني ما نعرف عيني ما نعرف هذا الذي عرفته من اللغة العربية قال انتو منين متوا مصيف الله عن سليماني قالوا سليماني والله من سليماني أخذنا على الضابط الضابط قال انتو منين ومن ما نعرف قال من داخل سليماني قال ليه مخالف م ble الله ما نعرف فقال يلا نذهب على خاطر شيخ محمود على خاطر شيخ محمود الحفيد ملك كردستان في عام عشرين الذي أرسل جيشا لمحاربة الإنجليز إلى البصرة يعني إكراما له هذا ضابط وطني نعم بالتأكيد فبعدها ذهبنا إلى مجلس الخدمة وامتحدنا ثم قالوا لي اذهب إلى المدير واسأله متى يكون النتيجة فذهبت إلى المدير قلتوا متى النتيجة مجرد بعد السلام متى النتيجة قال شو كده امتحنتوا قلتوا باتشر فكلهم ضحكوا عرفتوا أنني أخطأتوا قلتوا عفوا غدا غدا هو نفسه باتشر يعني فبعدها أومة كلهم ضحكوا وأنا استحيتوا نسيت كلمة أمس أنت نسيت نعم طبعا نسيت الأمس فقلت باتشر ثم قلتوا غدا بعدها بثلاث سنوات كنت الناجح الثاني في قسم اللغة العربي نعم وهذا من فضل الله عز وجل ثم من من حب الانتماء إلى الإسلام والذين زرعوا فينا الإسلام وزرعوا فينا الانتماء الحضاري للإسلام وذلك ليس غريبا ليس غريبا أن يلاحظ المرء أن الأكراد الإسلاميين يتقنون اللغة العربية نعم بينما الأكراد العلمانيين بينما الأكراد العلمانيون لا يأبهون باللغة العربية وربما لا يتقنونها نعم لذلك ترى الآن رئيس الحكومة الكردية يذهب إلى بغداد بمترجم لكنه يتقن العربية لا ما يتقن الطالباني ما يتقن؟ لا ليس طالبان رئيس الحكومة الكردية بنيتيرفان بارزاني هذا لا يتقن العربية لا يتقن العربية فهذا طبعا أيضا بكل تأكيد طبعا أنت ترى المنتمي للإسلام تجد في ماليزيا يتقن اللغة العربية أو في شيشان أو تجد في الأعاجم نعم بالتأكيد الأفغاني تجد يتكلم وأنت أفادك فيما بعد نهمك للقراءة وإقناعك للكتب نعم أنا بعدها تعرف إتقان اللغة يعني حصول على مفتاح جديد فأنا بعد خصوصا بالنسبة للغة العربية بعد بفضل الله تعلمت شيئا بدأت أشتري الكتب في أربيل فثلاث سنوات هذه كان فترة القراءة كل ليلة الجمعة كنت ما أنام إلى الفجر فيها وكنت أقرأ الكتب وكنت أشتري الكتب أذهب إلى بغدادة والموصل مع أصدقاء يختار لي كتبا وأشتري الكتب وأرجع إلى أربيل وكنت وحدي فكنت أقرأ وهذا كان ديدني مع الكتب إلى اليوم حتى لما في باكستان فيما بعد أصبحت مدرسا في الجامعة كنت أخصص قسم من الراتب لإستنساخ الكتب التي لا أحصل عليها حتى من مجلدات تصورها تصويرها نعم فالحمد لله كان فترة أربيل أيضا فترة مهمة للتعرف على ما كان في ذاكرة مجرد أنه إخوان وتنظيم إخوان أربيل التزموا بالتنظيم حتى بعد حل التنظيم لفترة طويلة ما مثل أكرام إخوان السليمانية إخوان السليمانية التزموا في 71 بحل التنظيم لما قرر دكتور عبد الكريم زيدان حل التنظيم التزموا فحلوا أنفسهم نعم في أربيل لأن في أربيل كان قريبا من موصل وموصل مولئ محل الشيخ الصواف رحمه الله فالشيخ الصواف كان يتردد على أربيل وهو مؤسس الإخوان فأثر على أربيل الجيل الإخواني الذي كان في أربيل جيل متمكن وكانوا مسيطرين على اتحادات المعلمين فرقة الرياضة أنا لما دخلت أربيل في 75 كان فرقة الرياضة للإخوان ما زالت موجودة وفي بعض المساجد السيفين والمصحف كان هذا في عام 75 والبعثيون يحكمون في هذه الفترة أنت أكملت الدراسة الثانوية نعم ثم أردت أن تكمل الدراسة الجامعية وكنت متعلقا بالذهاب إلى الأزهر فوالدتك رفضت نعم لم تريد لك أن تتغرب نعم طبعا ما كانت تريد يعني خصوصا بعد فترة أنني كنت بيشمرك في الجبال وثم ثلاث سنوات في أربيل فما رضيت بهذا الله يرحمها وكان عندنا جار مصري يعني كان علاقاتنا جيدة مع بعض فهم شجعوني قالوا تأتي إلى الأزهر ونحن أيضا نساعدك نسهل لك بعض الأمور وأنا كنت أحبا أذهب إلى الأزهر لكن قدر الله ما شاء فدخلت قسم اللغة العربية باختياري في السليمانية نعم كان أول اختياري قسم اللغة العربية ودخلت بفضل الله يعني فوجدت نفسي أنه ليس مثل ما كنت أخاف من اللغة العربية أنه كيف أصعد هذا الجبل وفعلا وجدت بفضل الله يعني رغبتي وشوقي إلى مزيد من أن أفهم كان هذا سبب رئيسي وبعد أن أهيت الدراسة الجامعية رغبت في الدراسة العليا وأظن ذهبت حتى إلى بغداد نعم ذهبت إلى بغداد واخترت أيضا أصعب قسم البلاغة لأن أيضا كنت أحب البلاغة فقلت إذا أقدم على البلاغة وأنا لست بعثيا فربما ما يكون عندي منافسين كثيرين وفعلا كان هكذا ما كان في منافس فأثناء المقابلة ثلاث مدرسين عملوا المقابلة معي كل ما سألوني عن اللغة فهمت وعرفت ثم سألوني عن البعث ومنجزات الثورة ومن هذا القبيل فكنت أتلعثا في الكلام ما كنت أعرف فقالوا أنت كيف تصبح أستاذ جامعي وما تصبح بعثيا كيف يكون بعدها قالوا تذهب تلتحق بالوحدة العسكرية ومن هنا تأتي لنا بورقة أنك تواصل الدراسة يعني تلتحق عسكريا ثم تأخذ إجازة من العسكر للدراسة الجامعية نعم فبعدها أنا عدت إلى السليمانية وتركت الدراسة يعني كان القبول في الدراسة العليا تقريبا مشروطا بأن تكون بعثيا نعم الأستاذ جامعي بالتأكيد كان هكذا نعم إلا إذا كانت إحدى الجامعات تحتاج مثلا كان يأتي فلسطيني أو عربي من بلد آخر وهم يحتاجون اختصاصه فكان يتعين بدون أن يكون بعثيا أما بالنسبة لداخل العراق بعض الكليات كانت مغلقة على بعثين مع عدل العسكرية والشرطة والأمن الداخلي وكذا الإعلام والتربية كان كل مغلقة على البعثين ثم أن أصبح أنا أستاذ جامعي فيما بعد رغم أنني كنت من العشر الأوائل حسب القانون أن العشر الأوائل يقبلون لكن وأيضا كان صعب علي أن أبقى في بغداد والجو الذي تربينا فيه في سليمانيا وأربيل ومقاتلين والتمرد السهل وفي الليل كنا أسودا رغما في النهار كنا نذل لكن أن تذهب إلى بغداد يعني كردي في بغداد وفي تلك الفترة حتى وفي وضح النهار يكون ذليلا فكان صعب علي أيضا أن أقبل فأنت لم تقبل بثمن المطلوب على كل الأحوال نعم فعدت واختفيت بعد فترة لأن كان أيضا علي أن ألتح أقبل الجيش فما ذهبت أيضا إلى الجيش وزورت الهوية من 82 إلى 83 فسنة تقريبا مشيت بهذا بعدها ذهبت إلى إيران بقيت سنة قبل أن تذهب إلى إيران لو أنت ماذا كنت تتعمل في الوظيفة؟ لا لا ما كنت ما كان عندي أي عمل في البيت فقط طوال هذه الفترة السابقة اللي كنت فيها مع الإخوان المسلمين وكنت تدرس فيها في السليمانية نشاطك ضمن الحركة الكردية القومية توقف؟ تقريبا نعم لأن أنا بعد ما عدت يعني من بعد 75 أقول لأنه تنشئة الفكرية الخالصة في أربيل كانت تقريبا بعدها يعني كنت أنظر إلى القومية كنظرة سيد قطب رحمه الله أنها جاهلية وصنم يعبد من دون الله عز وجل فشعورنا في البداية يعني مثل ما ترى بين الإمام البنة رحمه الله كان يقول إذا كانت القومية بمعنى تفضيل قوم على قوم فهذه معاني ننبذها كما في المؤتمر الخامس لكن في فترة سيد قطب رحمه الله فترة الناصرية سيد قطب وقف بوتيها بحزم قال إنها صنم يعبدوا من دون الله عز وجل وهذا رد فعل على الناصرية حاولات النظام الناصري فرض القومية العربية فرضا بوجه علماني بغيظ ومحارب ومستأصل للإسلام فنفس الشيء كان عندنا ولذلك الآن أنت ترى القومية الكردية تفقد كل أنصارها حتى في داخلها لأن الآن تتبنى غلوع علماني وإفلاس فكري في مقابل فتولة العضلات المخابراتية حكومة هي كلها تعتمد على أصابعها الشيطانية في محاربة كل توجه مستقل إذن تلك كانت مرحلة انتقالية بعدها ذهبت إلى إيران نستأنى في الحديث إن شاء الله بعد استراحة قصيرة إن شاء الله